أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوة أن ملتقى توكيو الذي سيقام في الملعب الأولمبي الجديد للعاصمة اليابانية سيفتتح موسم 2021 لمسابقة ألعاب القوة في التاسع من ماي المقبل أي قبل نحو شهرين ونصف من دورة الألعاب الأولمبية ويعد ملتقى توكيو الجولة الأولى من مسابقة الجولة القارية الذهبية الرضيفة للدور الماسي من حيث الأهمية لدى اتحاد ألعاب القوة وهو سيكون بمثابة الاختبار لدورة الألعاب الأولمبية المؤجلة إلى الصيف المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجدة وقال الاتحاد الدولي في بيان له بالنسبة لمعظم الرياضيين المدعوين للمنافسة سيوفر لهم هذا الملتقى لمحة أولى عن التسهيلات الاستثنائية للملعب الذي سيستضف مسابقات ألعاب القوة في أولمبياد توكيو وكذلك حفلي الافتتاح والختامة واستضف ملعب توكيو الأولمبي الذي يتسع لستين ألف متفرجين أول ملتقى لألعاب القوة الثالث والعشرين من غشت الماضي خلال حدث رياضي يكاد يكون يابانيا محضن وقم خلف أبواب موسادة بسبب الأزمة الصحية الناشئة عن انتشار كورونا اشتركوا في القناة